بعد أن شكلت حكومة الصخيرات بقرار اتخذ دون إرادة الشعب وحيك خارج حدود الدولة بأياد حزب الإخوان الإرهابي أصبح الصراج رئيس هذه الحكومة يتخذ قرارات فردية دون الرجوع لأي معيار وظيفي ويعين وزراء يتبعون للتيار الإخواني فلتخل جميع وزارة الصراج من ملفات غامضة أو قضايا فساد إداري أو مالي بداية بالخارجية ووزيرها محمد سيالة الذي لا يحتاج لشرح كي تعلم أنه إخواني صرف كما أن فتح بشاغة يعتبر أداة فعالة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تنفيذ أعمالهم عن طريق وزارة الداخلية أما عثمان عبد الجليل وزير التعليم فلم يتوقف عن الخروج بتصريحات علنية تؤكد ارتباطه بالحزب الإخواني كما استخدم الحزب وزارة المواصلات في عمليات تبيذ الأموال وإصدار قرارات من خلال تحكمهم بوزيرها ميلاد محتوك ذات النهج استخدم في وزارة التخطيط ووزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولم يكتفي حزب الإخوان الإرهابي في التحكم بحكومة الصغيرات وإعطائها إعازات مستمرة على ما تريد تنفيذه بل استخدمت وزارات أخرى لتنفيذ أعمال إرهابية ثم محاولة إخفائها كما حصل مع المهد البرغفي حينما تورط مع الجماعة الإرهابية لينفذ لهم جرائمهم ثم يقال وهو ما حدث بمجزرة براك الشاطي البرغفي وكما هو حال جميع وزارات حكومة الصغيرات أصبحوا من أكبر المدافعين على جماعة الإخوان الإرهابية كيف لا وهو الحزب الذي جاء بهم لهذه المناصب